السلام عليكم اخوتي اخواتي اللي مضمي القناة عائلة نصائح حليمة القناة النشاط الحيوية والطاقة الإيجابية اخوتي اخواتي غادي نتقولوا حليمة اشنو عضا تشعب اشدك شي شادة اخوتي اخوتي ماشي الشاب ولكن قناع دي اللوجه علاش جيت نعمل هاد الفيديو جوا عندي بعد النساء الصيدلية نهار السبت اللي قالولي اشنا هم المكملات الغذائية اللي كتاخدهم ناخدهم اشنا هم الكريمات اللي كتاخدهم وكتعمليهم على البشرة ديالتك على العنق ديالك وانتي عندك ستين عام وجوا شفوني يعني مباشرة قالوا لي اشفناك هكدا يعني اه فاس افاس اذا اه راكي اه طبيعية اه اه هنا يا عملت هاد القناع اللي انا عملته وعملته عملته الصباح على البشرة ديالتي عادة باش اه عملت شوية ديال الماكياج فوق منه هنا يا جيت نقول النساء اللي جاوا الصيدلية اه اه واحد الفيديو اللي غادي نعملها على كيفاش يمكن لينا نحافظوا على البشرة ديالتنا على سناننا على العنق ديالنا والفيديو تاني ان شاء الله غادي نعمل لكم المكملات الغذائية اللي كناخدها كسوى حبوب اه يعني طبيعية ولا من الصيدلية هنا يا اخوتي اخوتاتي غادي نتقولوا لي اشنو عندك حليما هنا عندي نصف افوكا الافوكا بالنسبة للناس اللي عندهم البشرة جافة وحساسة انا وحداء منكم هنا عندي اه نصف افوكا اللي انا طحنتها نصف افوكا طحنتها با اه كاس ديال الماء المعديني كاس ديال المعديني ديال الشايب طحنت به نصف افوكا في داك الميكسور الصغير اللي احنا كانت تحنو فيه شي حاجة لك كانت يعني ما شيرك الكاس الكبير الكاس الصغير نصف افوكا هنايا معاها نصف كاس ديال المعديني طحنتهم زيال خوتي خوتاتي اشنو غادي نزيد عليهم غادي نزيد عليهم خوتي خوتاتي جوج ديال المعالق ديال الشوفان الخطال الافوان اللي كتعفو داك الحليب اللي فيه اللي وفي الشوفان كيصلح للبشرة اللي هي مضرع البشرة اللي هي فيها البقع السوداء البشرة اللي اللون ديالها مش موحد بالاخص بالاخص احنا الناس اللي عندنا يعني بشرة جافة وحساسة كنا كلوا العصى كيوقعوا لنا التجاعد كيوقعوا لنا الترهولات مع التقدم في السين ادان اشنو غادي نعملوا غادي نعملوا الوصافات اللي هما يكي يمشوا لنا مع البشرة ديالتنا هنا اخوتي اخواتاتي اه 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 اغنص افوكا جوج ديال المعالق ديال اه اه شوفان ولكن تنطحنوا الافوكا مع كاس ديال المعديني ونعملوها في قرعة اللي هيك تسد على ودد القيناع يمكن لك تحتفظي بيه سيمانا نعملوها في واحد الكاس اه واحد يعني دوك القرعات ديال كون فيوتيوب ولا ديال نيت طيلة ولا ديال ما طيشا انا كنغسرهم وكنحتافظ بيهم تعملوها ولا تعملوها في كاس بحل اللي عملتها انا يا دابا غادي نعملو اه يعني دك نص افوكا مع دك الماء الماء الكاس ديال الماء المعديني وغادي اه نزيدو عليهم اه جوج ديال المعالق ديال شوفان مطحون الشوفان اللي ما غدا تسخنو ولا والو تاخديه من الباكية الخطان والتحنيه اختي العزيزة كيت تحن بسهولة كيو اللي بحل فوس وغادي تعملي جوج ديال المعالق ولكن اه تدريجيا عينك ميزانك محدك انت كت اه تعملو تزيدو الشوفان وكتحركي وما تنسيش اختي العزيزة بينما الشوفان ماللي كنخلوه من بعد كيتك كيتكال واحد شوية كتحن شرب المواد اللي هي معها. هنا يكن تسمى تعطيب وتغذية وكي نرجع البشرة ديالتنا ديك النظرة ديالتها ديك الحيوية ديالتها ديك اللمعة ديالت البشرة ولو تقدمنا في السن. بالنسبة اخوتي اخواتي للناس اللي عندهم البشرة دونية غادي نعمل لكم ان شاء الله فيديو على البشرة الدهنية اللي تهيا فيها ابوار يا مانجي فيها مشكل ديال رها دهنية كتغدير راسها براسها وفي نفس الوقت من اللي كتخجي وكتكون متعرضة للشمش الشمش كتلقى الدهون في البشرة ديالتك كتكحليك البشرة ديالتك. على أسئلة اللي يجاتني حليما اشنا المواد يعني اللي انا كان ناخد المكملة الغدائية لي انا كان ناخد من السيدالية واسمته والكريمة اللي كنعملها على وجهي أخوتي أخواتي غادي نقول لكم واحد الحاجة كانين شي ناس اللي كيمشيو عند مغيونو عند صفوغا كيشريو الكريمات بالتامان كيشريو القوماج كيشريو هادي ديلة الليل هادي ديلة النهار هادي ولكن ما كيتابعوش ما كينضموش هاديك المشتريات ديالهم يعني كيدومو عليها باش تعطيهم واحد النتيجة قبل ما ندوزو الكريمات أختي العزيزة وهو كون نهار الدخلي من الخدمة ديالتك تلووت ديال الزنقة طوبيسات طموبيلات هاد الواباء اللي ما عفناش أش كينزلين على البشرة ديالنا وعلى الشعر ديالنا كيف الدخلي تغسلي البشرة ديالتك بالغاسول اللي انتي كتغسلي به البشرة ديالتك تاخدي دوش يعني دوش نحيد الماكياج على وجهي نجمع شعري على وجه الشعر ما كيتغسلش كونها نجمع شعري وناخد دوش غادي تشوفي دات ديالك كيفاش غادي تولي ناخد دوش من بعد الدوش خوتي اخواتي اللي كان عمل انايا وهو يعني كان ناخد دوش ديالي كان دوش ديك ساعة الكوزينة كان شوفا شنو غادي نعمل يعني الحويش ديال الدار ولا فده منهم من اللي كان سالي خوتي اخواتي كان مشي لبيت ديالي اخر حاجة هي زعمة من بعدها سافي غادي الناس وهي كننصحكم كننصحكم بمعلقة ديال زيت الزيتون قبل ما تنعسوا تاخدوا معلقة ديال زيت الزيتون بكرة زيت الزيتون طبيعية حرة ما تكونش فيها الملحة يعني من اللي اللي تبغي تنعسوا تاخدوا معلقة ديال زيت الزيتون زيت العود قبل ما تنعسوا سافي منها غدا تنعسوا يلات عقلو اخوتي اخواتي زمان كانوا والدينا في الفطور كيكون محطوط طبيصلات اللي كان فيهم الزيت العود وكان الخبز وكنا نغمسوا الخبز في ذيك الزيت العود وكان ناكلوه وفي ذيك الوقت المنافع ديال زيت العود كانوا يعرفوها والدينا ما شاء الله عليهم إذن كننخد معلقة ديال زيت الزيتون من اللي سافي غدا تنعس من بعد اخوتي اخواتي تعملي البشرة ديالتك شوفي البشرة ديالتك واش دهنية ولا مختلطة ولا جافة بحل البشرة ديالتي آنايا من بعد اخوتي اخواتي الوقاية الشمسية الحماية ديالت الشمس ما نتخلوش عليها يعني ولو تعملي نقطة ديالت الوقاية الشمسية في الدك وتعملي الكريم اللي هي عندك ديالت وجهك وتخلطيهم مع بعضياتهم وتدوزيهم على الوجه ديالك وعلى العنيق ديالك ولا خوتي ان كريم اللي هي فيها ان كريم وفي نفس الوقت فيها الوقاية الشمسية اللي هي يتعمليها على البشرة ديالتك انا اخوتي اخواتي اشنو كنعمل على البشرة ديالتي هادي تقريبا واحد تلت شرور وانا ندو معليها وهي هاد القريعة اللي غادي نقسم معاكم اشنو فيها فيها زبيب الكحل زبيب الكحل اخوتي اخواتي زبيب الكحل اللي هويا الفوائد دياله لا تعد ولا تحصى زبيب الكحل كي حارب تجاعد زبيب الكحل كيوحد اللون ديالوجه زبيب الكحل خطير قيناع خطير ديال البشرة الى بغينا نستافضوا من الزبيب الكحل يعني مت كيف كان قولو ما نطيبوش انا هنا يا جبت الزبيب الكحل قطعتو هاكدا بيت ديال قطعتو طريفات هرميتو هنا في هاد القاعة زدت عليه بودور الكتان زريع الكتان بودور السمسم بودور يعني الججلان السمسم السيزام زدت عليه هنا يا السيزام زريع الكتان الزبيب وزدت وكذلك خوتي اخواتي زيوت اللي غادي نقو ايوي كينين حبوب من الحلبة اللي ما كات ريحة ديالتها ما كيناش كتطلع غير فوائد ديالها من بعد اخوتي اخواتي هاناية شنو عملت عملت زيت زيتون لية خالية من الملحها وزدت عليها زيت الجوجوبة زيت الجوجوبة اللي هي خطاعة للبشرة للشعار منقوش لكم عليها الزيتون مع زيت الجوجوبة ما اللي كتوصل ليه لهنايا كان عاود نزيد زيت وحدة اخرى كان نوع باش البشرة ديالتك ما تولفش لك على واحد الحاجة وما تبقاش تعطي نتيجة هنا يا اخوتي اخواتتي ما اللي عملت هادشي هنايا خليته واحد المدة ديالت 15 يوم من بعد واللي كان ستعملها من اللي كان بغي استعملها كان عمليها اخوتي اخواتتي هاكا والا وكان حطها وكان ناخذ شوية ديال الزيت في ديا كان ناخذ شوية دية زيت في ديا كندوزوا هاكا كندوزوا على البشرة ديالي على العنق ديالي وكانخليها واحد عشر ديال المساج يدخل الزيت في البشرة لا تنسوا شرب الماء شربوا الماء شربوا الماء شربوا الماء كينين جوج ديال الحويج كيلعبوا أدوار في حياتنا ولا ثلاثة ديال الحويج كيلعبوا أدوار عجيبة في الدات ديالنا مع تقدم في السين وهو شرب الماء ومعلقة ديال زيت العود قبل ما تنسي وكذلك أخوتي أخواتي العاصر ديال الفواكه مثلا أنا البارح خديت عاصر ديال المعدنوس شريت المعدنوس وطحنته بخديت تدوك العويدات ديولو وطحنتهم مع إطروا ديال الماء المعديني ومن بعد أرضيتهم لدك الإطروا ديال الماء المعديني ودخلتو للتلاجة وكنو بنوبا كان ناخد منو كاس ديال المعدنوس خودوا وكذلك عاصر الافوكه تواكي صلاح التات خودوا وكذلك عاصر البيتخاب الباربار اللي منقش لكم البشرة ديالتنا والصحة ديالتنا زيت الزيتون العاصرات كيف قلت لكم شريب الماء ترطيب كل واحده البشرة ديالتو كتحصلي على نتيجة وبالأخص بالأخص 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 إلا كنتي كتحبي نفسك بحالي كنتي كتبغي راسك بحالي كنبغي راسي كنحمق على نفسي إلا ما دوشت وتيحت وما كيت تقو بيا كيكون طالع لي الدم كنكون ماشي تلتماية كتقولوا وقعت لي شي حاجة ونشنو غي ما ناقصاني شي حاجة وهو شي حاجة في الماكياج واللفريحة أخوتي أخواتي ما تنسوش ما تنسوش تعملوا لو تختاج اللايك تعليق أحبكم في الله القناة ديالي مبنية على الجمال والأناقة والأنوتة ديال المرأة أينما كانت أحبكم في الله والسلام عليكم